أهلا معكم رغد واليوم وصفتنا إن شاء الله ترتلة مني بالدجاج وسردة القيصر الوصفة جدا بسيطة ولذيذة وما تأخذ أي وقت وأحلى شي فيها أن يبديكم تستخدمون باقي الدجاج عنديكم بالثلاجة مطبوخ وبس يضيفون عليه الصوس وتقطعون السردة وبكذا تدكفون جاهزة الآن دعونا نشوفوا المقادير ونبدو بالطريقة نجيب ثلاثة صدور دجاج ونبهرها برشة فبريكا ورقانو وفلفل أسود وبدر الثوم وملح في شواية ساخنة نصب الزيت ونحمر فليه الدجاج ونقلب على الوجه الثاني بعدين نغطيه بقصدير مدة عشر دقائق حتى يستوي وإذا أكدتم مستعجلين وما تكون خلقين تغطونه بقصدير يمديكم تقطعون الدجاج قبل شرايح وبس تحطونا على النار وما يحتاج قصدير ولا شيء بعد ما يبرد انقطع شرايح أو مفتتها باليد أو كما قلت في البداية يمديكوا تستخدمون الدجاج مسلوق عندكم وجاهز وتفتتونه بدل ما تشمون فيه بعدين نضيف عليه ملعقتين كبار طحينة سائلة وذات ملاعق كبار صلص البفلي وممكن تزيدون منه بس بيكون حار أكثر الآن خلصنا من الدجاج نبدأ بالصلاة نخلط كوبين ملفوف مقطع شرايح رقيقة مرة وحبت جزر مبشور وحبت بصل مقطع ناعم وعودين كرافس نقطع صغير مرة ونوزع عليها أربع ملاعق من صلصة القيصر أو المعروفة بالسيزر ونخلط السلطة بعدها نجيب الترتلة المني ونوزع ملاعقة كبيرة من الدجاج وملاعقة من صلصة القيصر ونزينها بحبات الزيتون وبكذا تكون جاهزة للتقديم أتمنى انكم حبيتوها ولا تسروا للاكوا سبسكرايب وتكتبون تعليقاتكم تحت بعد لان مرة تسعدنا لنقرأ تعليقاتكم وبدعافي